اتخذنا القرار بان نبدأ تحليل الوضن خطوة خطوة هذه استراتيجيا وما عدش ممكن ان السلام هذا ينف عند هذا الحج لان لو السلام ينف عند هذا الحج ستعود لإسرائيل كل اعمال العنف في ضد وقتها احنا بقول لو هي ماشية مش مشكلة ولذلك احنا بنحفل اتفاقات السلام واللعنف طالما اتفاقات عم تتطفق خطوة خطوة لما اسرائيل تعلن انه خلص لا ححكي عن القدس ولا حاجة اللاجئين ولا حشين المستوطرات ولا حق راجع عن حدود عند ابن هي تقول اننا نعود الى العنف ولكن هذه المرة في 30 الجندي فلسطيني مسلحة المدن بارض اصبح لها الكثير من العناصر الحرمية انا اول طائمة لو وصلنا الى الطريق المسجود نعود الى المدار والاتفاح كما كافحنا 40 سنة وعوما يزيد اشتركوا في القناة